على الرغم من الاستجابات التي يقيمها الدفاع المدني من قبل المواطنين على أنها الأكثر إيجابية في الصيف الحالي إلا أن الحرائق التي اشتعلت في الكرادة مؤخراً وفي القصر الأبيض والديوانية وديالا لم تكن بسبب ارتفاع درجات الحرارة بحسب الدفاع المدني فإن تلك الحرائق اشتعلت بفعل مخالفات في الأعمال ذات الطابع التجاري بسبب المخازن غير المستوفي للشروط وغير الحائزة على الموافقات ما أحدث العديد منها انفجار داخل معمل لصناعة المفرقعات وألعاب الأطفال أسفر عن مصرع ثلاثة من العمال وجرح اثنين آخرين بعد انهيار السقف على العمال من شدة الانفجار في الكرادة أيضاً نشب حريق داخل دار متخذاً كمخزن للأجهزة الكهربائية الخاصة بالطباعة بمساحة 300 متر إلا أن فرق الدفاع المدني كانت على الفور بالمرصاد لتخمد الحريق خشية انتشاره إلى الدور السكنية المجاورة حريق في منطقة القصر الأبيض اندلع داخل مبنى تجاري بالعاصمة بغداد لم يسجل إصابات بشرية إلا أن الأضرار المادية كانت سيدة المشهد في الديوانية أنقذت فرق الإطفاء مع ملائطارات من حريق هائل كاد أن يلتهمه بالكامل دون تسجيل إصابات بشرية أرواح تزهق إذن وأضرار مادية في قائمة الخسارة تذهب أصابع الاتهام نحو المخالفين للقوانين سيما مع القطاع التجاري غير الملتزم بعضه بالشروط والمعايير التي تستوجب السلامة العامة وهي رسالة عاجلة من جهاز الدفاع المدني بضرورة الالتزام بمعايير السلامة خشية اندلاع المزيد من الحرائق تزامنا مع حالة الطقس الحارة والتي قد تفاقم من أي حادثة قد تؤدي لاندلاع حريق كبير